ايه الموقف حاليا في الدولة الانجليزية؟ الدولة الانجليزية فاطل له جولة الجولة دي هتلاقي بيوم الحد اللي جاي الوقت ضعي حاليا منشستر سيتي فارق بنقطتين عن أرسنال يعني منشستر سيتي في الصدارة أرسنال في المركز الثاني بفارق نقطتين منشستر سيتي عندهم واجهة أخيرة أمام واستهام على ملعب منشستر سيتي أرسنال عندهم واجهة أخيرة أمام إيفرتون على ملعب أرسنال طيب سيتي محتاج إيه محتاج يكسب كسب المباراة خد الدولة ملوش دعوة بالله يحصل في مباراة أرسنال وإيفرتون سيتي تعادل سيتي تغلب أرسنال كسب أرسنال بطل الدولة الإنجليزية هتقول لي ما هو فارق نقطتين يعني لو منشستر سيتي خد نقطة هيبقى ثلاثة وأرسنال ياخد ثلاثة من إيفرتون هيتسوف النقاط هقولك هنا الدولة الإنجليزية فارق الأهداف حتى هذه اللحظة فارق الأهداف بين أرسنال ومنشستر سيتي هدف واحد واحد بس لصالح أرسن بس طبعا لو منشستر سيتي تعادل وأرسنال كسب بأي نتيجة ففرق الأهداف ده هيفضل قائم أو يزيد كمان فأرسنال محتاج يكسب إيفرتون ومحتاج إن منشستر سيتي يخسر أو يتعادل مع وستهام عشان أرسنال يتوج أخينا بعد غياب طويل بالبريمير ليج هتقول لي توقعاتك إيه؟ هقولك إي سهل جمهير أرسنال لو سألت جمهير أرسنال هيقولك بيب جارديولا مش هيسيب المطش الأخير هيكسبه هيكسبه وإن كان وستهام مع ديفيد مويس عامل موسم جيد جدا جيد جدا ممكن إداء السيتي بس لما السيتي يبقى فيه بقى إيه؟ هالندي وتبراين ودوكو براندو سيلفا وفودين ووكر والجيش ده كله يعني هينزول يأكلوا النجيلة حرفيا وهيكسبه هيكسبه ويبدو أن بيب جارديولا في طريقه مع منشستر سيتي لفوز بلقف جديد بالدوري الإيجليزي الممتاز ترجمة نانسي قن сама ترجمة نانسي قد لاحten